بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن بروتوكول توجيه الريب والذي يعرف اختصارا بي أو اختصارا لي راوتينج انفورميشن بروتوكول النقطة الاولى في بروتوكول الريب هو بروتوكول توجيه يعمل بخوارزمية اقصر مسار اللي هي Distance Factor Protocol اي انه يعتمد على عدد الروترات الاقل في عملية اختيار افضل مسار ويطلق على هذه الطريقة Bill Ford Algorithm وعملية حساب عدد الروترات بيطلق عليها الهوب اكاونت يعمل بروتوكول الريب باستخدام جدول واحد يطلق عليه الروتينج تابل وهذا الجدول يقوم الروتر تلقائيا بانشاؤه سواء للريب او لغير الريب يحتوي على عنوين الشبكات التي يعرفها الروتر وافضل مسار مؤدي اليها النقطة الثالثة وهي قيمة المسافة الادارية لبروتوكول الريب واللي هي 120 طريقة حساب افضل مسار اللي هي المترك هي عن طريق الهوب اكاونت والمسار كما ذكرنا صاحب عدد الروترات الاقل هو الذي يتم اختياره العدد الاقصى للروترات الذي ممكن ان تعمل في ضمن شبكة الريب هو 15 راوتر في الشبكة الواحدة اي راوترات اعلى من 15 يعني لو كان عندنا راوترات مثلا 20 راوتر فوقتها الريب فقط رح يعمل مع 15 راوتر والخمس الراوترات الباقية سوف لن تتمكن من الاتصال بشبكة الريب وذلك لان اقصى عدد يتعامل مع شبكة او تتعامل معها بروتوكول التوجيه الريب هو 15 راوتر يقوم بروتوكول الريب بارسال التحديثات كل 30 ثانية والتحديثات هي عبارة عن ماذا يحدث في داخل الشبكة من متغيرات سواء باضافة شبكة او بالغاء شبكة هنا الراوترات اللي رح تتعامل مع بروتوكول الريب رح يتم ارسال التحديثات كل 30 ثانية ورح تكون عبارة عن ارسال كامل جدول التوجيه يعني جدول التوجيه الذي يحتوي على الشبكات التي يعرفها الراوتر بالاضافة الى افضل مسار مؤدية لكل شبكة من هذه الشبكات رح يتم ارسال التحديث كل 30 ثانية سواء كان هناك تغيير في داخل الراوتر او لم يكن هناك تغيير في داخل الراوتر يوجد لدينا ثلاث اصطارات للرب الرب الاصطار الاول والرب الاصطار الثاني والريبنج الرب الاصطار الاول والاصطار الثاني كله هما يعملان ضمن التي سي بي اي بي الاصطار الرابع اما الريبنج فهو يعمل مع التي سي بي اي بي الاصطار السادس الانجي هي نيكس جينيريشن فالريبنج معناته هو يتعامل مع العناوين الخاصة بالاصطار السادس هنا رح نتكلم عن الفروقات فيما بين الرب الاصطار الاول والاصطار الثاني الاصطار الاول والاصطار الثاني كله هما يعملان بخوارزمية اقصر مسار وكلاهما يدعمان عدد راوترات أقصى هو 15 راوتر الاختلاف الأول سيواجهنا في الإصدارين أن الإصدار الأول لا يدعم تقسيم الشبكة تقسيم الشبكة اللي هي الـ IP Subnitting أو الـ PLSM واللي هي عملية تقسيم عنوان الشبكة الواحد إلى مجموعة من عنوين الشبكات بما يتوافق مع عدد الشبكات الموجودة لدينا مثلا في داخل شركة معينة أو في مصنع أو في مستشفى وعدد الأجهزة الموجودة في كل شبكة الإصدار الثاني يدعم تقسيم الشبكة هنا عندنا الإصدار الأول يستخدم البث على العنوان 255-255-255 اللي هو General Broadcast أما الإصدار الثاني يستخدم عنوان البث المتعدد اللي هو 24-009 اللي هو عنوان الملتيكاست عشان نقدر نفهم الفرق خلينا نشوف نضرب مثال عندنا هنا راوتر 1 و 2 و 3 و 4 عندنا راوتر 1 و 2 يعملان كلاهما ببروتوكول الرب ISIS وبروتوكول الOSPF هما طبعا بروتوكولات توجيه مختلفة فعندما نتعامل مع الإصدار الأول احنا ذكرنا أن بروتوكول الرب يقوم بإرسال تحديث كل 30 ثانية ويقوم بإرسال جدول التوجيه الكامل إلى جيرانه سواء كان هناك تعديل في الشبكة أو لم يكن تحينا مثلا الرب رقم مثلا الاصدار الأول بعد مرور 30 ثانية لو كان يعمل بالاصدار الأول فوقته رح يرسله على شكل بروتكاست أي رح يتم إرسال نسخة إلى راوتر 2 اللي هو رب أيضا وهو الهدف المقصود رح يرسلها إلى الISIS طبعا هذا هدف غير مش هو هذا الهدف الذي يريد الرب أن يرسل إليه البيانات وكذلك رح يرسلها للأوس بي اف الروتر رقم 2 لأنه يعمل بالرب فسوف يستلم هذا التحديث الISIS سوف ينظر في داخل هذه التحديث فيختشف أنه لروترات تعمل ببروتكول الرب وبأنه راوتر يعمل ببروتكول الISIS فسوف يقوم بعملية الحث كذلك الأوس بي اف رح يقوم بعملية الحث الروتر رقم 2 بعد مرور 30 ثانية أيضا رح يرسل البيانات على شكل بروتكاست إلى الروتر واحد الذي سوف يقوم باستلامها أما الـISIS رح يقوم بحثفها وكذلك الأوس بي اف رح يقوم بحثفها وهكذا كل 30 ثانية الروتر واحد والروتر اثنين رح يرسلان تحديثات على شكل بروتكاست أو العنوان البث اللي هو 255-255-255-255-255 وبالتالي رح تصل لروترات تعمل ببروتكول الرب وروترات أخرى لا علاقة لها ببروتكول الرب هذا طبعا رح يسبب لنا ماذا؟ رح يسبب لنا زحمة في عملية إرسال البيانات خصوصا بيانات رح تكون مالها أهمية أو لا داعي لها لأن رح يتم حثفها كذلك رح يتم إشغال الروتر 3 والروتر 4 في كل مرة يستلم هذا التحديث سوف يضطر إلى تحليل هذا التحديث ليكتشف أنه ليست له فيقوم بحثفها طبعا هذا يعتبر جهد للروترات التي لا تعمل ببروتكول الرب وكذلك إهدار لسرعة الشبكة أما عندما تعمل أما الإصدار الثاني فقد تم تحسين أو تم علاج هذه المشكلة عن طريق استخدام عنوان بث متعدد اللي هو 224-009 أي راوتر عفواً أي راوتر يتعامل مع بروتكول الرب سوف يكون منتمي إلى هذا العنوان 224-009 تلقائيا بحيث الرب واحد لما يحب يرسل البيانات رح يرسلها إلى من؟ إلى العنوان 224-009 سوف تصل فقط إلى الراوتر 2 أما الراوتر 3 والراوتر 4 لأنهم يعملان ضمن بروتكول توجيه مختلف وبالتالي هما ليس ضمن العنوان 224-009 فسوف لن يستلما هذه البيانات وبالتالي نلاحظ أنه تم تقليل البيانات التي يتم إرسالها في داخل الشبكة والتي لا يكون لها داعي بالإضافة إلى تقليل الجهد المبدول من قبل الراوترات الأخرى التي تعمل ببروتكولات توجيه مختلفة غير بروتكول توجيه الرب أخيراً الرسطار الأول لا يدعم كلمة السر أما الرسطار الثاني فيدعم كلمة السر مع تشفيرها والفكرة هنا أننا عندنا الراوترات مثلا راوتر واحد وراوتر اثنين لكي نجعلهم يتصلان مع بعضهم البعض نضع فيما بينهما كلمة سر فبحث لو واحد مثلاً قام بإحضار راوتر غير مصرح له وقام بعمل إعدادات الرب فإذا لم يكن يعرف كلمة السر فسوف لن يتمكن من الاتصال بالراوتر اثنين والراوتر واحد وتبادل معلومات التوجيه فيما بينهما البين عندنا مجموعة تواقيت يتم استخدامها في بروتوكول الرب عندنا نغير القلم عندنا توقيت التحديث اللي هو الابديت تايمر واللي هو 30 ثانية كل 30 ثانية يتم إرسال الجدول التوجيه سواء كان هناك تغيير في الشبكة أو لم يكن عندنا التوقيت الثاني اللي هو اعتبار الشبكة غير موجودة رح يتم اعتبار الشبكة الغير موجودة في حال مضي 180 ثانية من غير أن يتم إرسال تحديث يعني مثلا تخيل معنا هنا الراوتر واحد الراوتر اثنين الراوتر واحد و الراوتر اثنين متصلين مع بعض كل 30 ثانية يقوم الراوتر بإرسال اللي هو التحديث أو الابديت إلى الراوتر الثانية لكن الراوتر الثانية لا يرسل التحديث فمضت 180 ثانية وقتا رح يتم اعتبار الشبكة غير موجودة وفي نفس الوقت رح يتم إلغاء المسار بعد مضي 180 ثانية رح يتم اعتبار الشبكة الموجودة في الراوتر رقم الثانية غير موجودة بالإضافة إلى إلغاء المسار وخلال هذه المدة رح يقوم الروتر واحد بمحاولة البحث عن مسار آخر يؤدي للروتر الثنين بعد مضي 240 ثانية دون أن يجد مسار فعندها رح يقوم بعملية الروت فلاش تايمر وهي أنه سوف يقوم بإلغاء الروتر الثنين بشبكاته واعتباره غير موجود وصلنا لنهاية هذه الرسالة وأتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته